ويبدأ كل واحد يستخدم السلطة بتاعته والأدوات اللي هو عنده عشان يدوس على التاني عشان يوصل للإيه؟ إلى إن الشخص الآخر يستسلي لا الجواز عكس كده خالص العكس التوافق وسعادة وموادة ورحمة وتقدر تسميه إعلان الحقوق والواجبات اللي هي اللي حددت هنا الشرع الشريف في أكبر ثلاث قيم أساسية السكينة والموادة والرحمة العندي ده بقى لو موجود في بيوتنا من الزوج أو الزوجة فده أحد المؤشرات الأساسية على عدم نضوغ الطرفين مش طرف واحد ليه طيب أنا ما بعانيتش أنت لو ما بتعانيتش العندي مش هيبقى موجود ليقول لي لا هي اللي بتعاند فبيقدي ذلك إنه إيه؟ إنه ويعاند كمان في ناس كده لو سألته لو حد أهن زوجتك في الشارع تعمل إيه؟ قال لي أنا ربيض وحد يهن زوجت في الشارع ده أنا وبعض التعبيرات أعطعه أعمل كذا ودي تعبيرات كلها عنيفة إيه اللي حاصل؟ فاسأله أمان لو حد أهنها بقى في البيت هتعمل إيه؟ قال إزاي حد يهنها في البيت؟ أقول له يعني لو حد أهنها في البيت قال لي طبعا ما ينفعش حد يهنها في البيت ده بيتها مملكته فيستغرب السؤال قوي ومع إنه هو بس المسألة لازم يعرف إنه ممكن يهنها في البيت وممكن هي تهينه في البيت فبيبقى المسألة إن الشرع أسس على إن الأزة في البيوت أشد من أي أزة من أي حد تاني وعشان كده ممكن هو يجاوب يقول ده عرضي ولحمي ودمي وأنا أقول له طيب لما هي عرضك ولحمك ودمك ليه ما بتريحهاش فيقول لي لما هي تريحني أبقى أنا هيريح أو أنا لو ريحتها فمين هيريحني وتبدأ لعبة البنج بونج مين اللي هيستسلم الأول؟ وفي الحقيقة حتى لو طرف استسلم مش هيستسلم من الطرف الآخر هو يستسلم لحاجة تانية هو يستسلم لليأس يستسلم أن العلاقة فسدت وباصد وخلاص أو يستسلم للتراكم اللي خلى العلاقة خلاص علاقة مش نفعة وإن ما فيش رجعة فييجي بعد كده وهم الاتنين حصل لهم الامتداء ويجي حد يستغرب إن الطرف الثاني ماكملش معا اللعبة هنا بيكون الطرف الثاني عايز يتطلق وبيكون جاب آخره زي ما بيقوله وإيه اللي حصل فلو افترضنا إن الست اللي هي عايز تطلق بتقول أنا جبت آخري فيجبت آخرها ولكن ترجع إلى اللعبة وقد لا ترجع إلى البيت ترجع إلى اللعنات بس ما ترجعش إلى البيت في بعض الأحيان اللي يلاقي أحد الطرفين بدأ يستورد المشاكل من بر ويحطها في البيت وكل طرف يحط بقى العقدة في المنشار علشان يبوز السيناريو بتاع التاني فيظهر الطرف الآخر إنه لا يستحق إنه يعمله علشان العند يفضل مستمر العند ده ممكن نلاقيه نلاقي الطرفين بيستخدموا فيه كافة الأسلحة سواء الأولاد أو العلاقة الجنسية حتى العلاقة الخاصة أو الفلوس موضوع العلاقة الخاصة ده لما بيوصل إنه هو يستخدم كسلاح في الموضوع العند ده ممكن يوصل إلى درجة عالية الخطورة ويبدأ الرجل يقول لنا في الاستشارات إن أنا بحس إنها بتتقلق لما ما يكونش في علاقة وهنا بتكون الستة عايزة ترفع درجة العقوبة إلى أعلى درجة وفي بعض الأحيان الرجالة بيعملوا حاجة غير حكيمة وهو إنه يكون ضمن الزوجة ضمن الزوجة يعني إيه؟ يعني حاسس إنها تروح فين يعني؟ فيهملها فيحصل إيه؟ وكذلك الزوجة فيكونوا الاتنين تكسعتها بيلعبوا بالنار لإن إحنا مش هنقدر نستوعب النتائج اللي إحنا ممكن نوصل لها